خلينا اتكلم على الجزء الاول كيف تمول المدن الجديدة مصر لديها انا مش هبالغ ومعليش يعني ده مجال تخصصي اذا كان حضراتكم عارفين ويمكن اذا كنتوا سمعتوا انا كنت قبل ما تولى منصب وبشرف بمنصب وزير الاسكان انا كنت بعمل في هذه المنظمة كمدير لكل الدول العربية مصر لديها انجح تجربة على مستوى العالم في انشاء المدن الجديدة لا يوجد دولة في العالم لديها هذه التجربة الناجحة ليه هل ده كان يعني رفاهية من مصر لا احنا مشكلتنا ان احنا عايشين على خمسة وستة في المية من الدولة نتخيل الخمسة وستة في المية دي من خمسين سنة كان عليها عشرين خمسة وعشرين واحد مليون واحد النهاردة عليها كم طيب لو ما كناش عملنا المدن الجديدة المية وسبعة مليون دول كانوا هيبقوا فين هقول له حريك كانوا هيبقوا فين كانوا هيكلوا اضعاف اضعاف الاراضي الزراعية اللي احنا بنكل منها كان كلها هتتبني لم يكن هناك خيار للدولة المصرية غير انها تروح للصحرة وتبدأ تنمي عشان الزيادة السكانية تستوعب طب هو ايه اللي حصل لما الدولة مواردها ممكنتاش انها تبني المدن الجديدة بسرعة كبيرة ايه اللي حصل في مصر؟ العشوائيات مش ده اللي حصل بالزبط؟ ولا النهاردة تكلفة اصلاحها اضعاف اضعاف ان انا اعمل حاجة جديدة طيب يبقى لما انا بقول بخطط النهاردة لمدن جديدة واجري ابنيها دي مش رفاهية ليه؟ لاني لو معمدتش كده الشباب اللي كمان خمس سنين وعشر سنين مش حيلائي اسكان ومش حيلائي بديلي يروح يعيش فيه حيبني على الارض الزراعية وبالتالي المدن اللي احنا بنبنيها النهاردة وانا بقولها لحضراتكم مش لينا لولادنا زي المدن اللي احنا عايشين فيها النهاردة مدن زي 6 اكتوبر وزايد وقهرة الجديدة والعاشر والسادات مش احنا اللي بنناها بناها الجيد اللي قبلنا واحنا اللي بقينا نستفيد منها النهاردة دي عملية التنمية العمرانية طب المدن دي بتتمول ازاي؟ هناك هيئة اقتصادية اسمها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي منشأة في الاساس عشان تبقى هيئة اقتصادية بعيدا عن موازنة الدولة بتنفذ هذه المشروعات زي اي مطور عقاري اللي بيعمله تاخد ارض بدون نعتبر انها من غير قيمة انا عايز اقول لحضراتكم العسامة الادارية اللي احنا عليها لما بدأنا المشروع القيمة الاسمية لمتر الارض كان 100 جنيه طب النهاردة حاراكم قيمة المتر كان طب الفلوس دي كلها رايحة لمن؟ رايحة الدولة هو ده اللي احنا بنتكلم فيه احنا كل الفكرة اقدر انمي وطور وابني واوتيح اسكان لكل فئات المجتمع واعمل خدمات وحط مدارس وجامعات ومستشفيات وتنمية مخططة للمستقبل بدل ما يحصل عشوائيات وكل ده من غير محمل الدولة اي موارد واعباء مالية هل الدولة المصرية لها خيار اخر غير انها تتحرك بهذا الشكل؟ انا بقول لحضراتكم لا احنا النهاردة احنا كلنا طلعنا على حلم ان المفروض ان مساحة الرقعة المعمورة في مصر تبقى 15 و20 في المية احنا النهاردة الحمد لله من 2014 كنا 6-7 في المية النهاردة بقينا 14 في المية يعني احنا ماشيين في التوجه اللي كلنا تعلمنا من وإحنا في المدارس بنقرأ ان ما لا فيش حل للمصر غير زيادة الرقعة المعمورة ومضاعفة المعمور ونتحرك والنمي وقناة السويس والسواحل والصحراء الغربية والصحراء الشرقية هو ده اللي الدولة المصرية النهاردة بتنفزه طب الكلام ده ليه تكلفة؟ ليه تكلفة ولكن هل هناك بديل اخر للدولة المصرية؟ بالتأكيد لا لكن الاهم ان هناك هيئة النهاردة بتنفز هذا الكلام وبالنسبة لمشهر على عاصمة الإدارية عملنا له شركة والنهاردة الحمد لله الشركة بقت بتحقق أرباح وبتدي جزء من دخلها بصورة ضرائب لوزارة المالية فالأمور الحمد لله من وجهة النظر الاقتصادية التجربة ماشية في هذا الانت الجزء الآخر من السؤال الزكاء الاصطناعي هو مش هقول المستقبل ده أصبح الحاضر وإذا أي دولة النهاردة تخلفت في هذا الركب هتتأخر بصورة كبيرة جدا وبالتالي زكاء الصناعي النهاردة تطبيقاته مش فقط في التنمية العمرانية في كل مناحي الحياة كل اللي النهاردة الدولة المصرية بتشتغل على هذا الموضوع في مجال الصحة والتعليم وكل حاجة النهاردة بنتحرك في هذا المجال إن شاء الله